بسم الله الرحمن الرحيم فهذا من الفضل وفيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يمكن أن يتحدث عنها الناس في واقعنا أن هناك كثير من الناس يسرفون في المعاصي ويفعلون المناكر الكثيرة الجرم الكثير الجرم تلو الجرم ما موقف الشرع من هؤلاء الناس كيف ينظر القرآن الكريم للإنسان الذي يسرف في ارتكاب المعاصي وارتكاب الذنوب ما من مكان إلا وفيه ذنب كيف نظر القرآن الكريم إلى هذه الفئة كيف نظر إليها وكيف عالجها تأمل معي رحمة الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مهما ارتكب الإنسان من جرم ومهما ارتكب من معاصي قال الله سبحانه ليس الإنسان يتحدث ليس أقول لك قال فولا إن الله هو الذي يقول سبحانه وتعالى هو المتكفل بعباده قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرف تجاوز الحد تجاوز تخيل معي أسرف يسرف إسرافا تجاوز الحد تجاوز حد في الذنوب انظر تخيل ماذا صنع الإنسان ثم يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه والغفور الرحيم ذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين النبي يعطينا نماذج يعطينا المعاني الحقيقية للقرآن رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تحركت نفسه نحو الإيمان فقال دلوني على عالم لينصحني فقال هناك عالم فذهب إليه فقال ماذا صنعت يا بني قال قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل يقبلني الله فقال له الله سبحانه وتعالى فقال له العبد أو هذا العالم لن يقبلك الله لأن هذا العالم كان مملؤ بالمعلومة ليس فقيها ليس عاقلا لا يزن الأمور موازنها قال لن يقبلك الله سبحانه وتعالى قال ما دام أن الله لن يقبلني فسأتم بك المئة فأتم به المئة ثم تحركت نفسه نحو الإيمان قال دلوني عالم قال هناك عالم في مكان بعيد فذهب إليه وحمل زاده فلما وصل إلى ذلك بعد جهد جهيد نفسه تريد الإيمان نفسه تريد أن تعود إلى الله يعني من لا من المعاصي من لا ضجر ومن يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فصعد ذلك جهد وقال للعالم صنعت كذا قتلت تسعة وتسعين نفسا ثم ذهبت إلى عالم وقال لن يقبلنا هل يقبل الله قال نعم يقبلك الله بشرطين اثنين ففرح الرجل وقال أشرط ما بادا لك المهم أن يقبلنا الله قال الشرط الأول أن تهجر القرية المعاصي رفقاء السوء أن تهجرهم إذا أردت أن تتوب إلى الله توبة النصوح أهجر رفقاء السوء رفقاء الذين يدلونك على طريق معصية الله ثم قال واش ترط الثاني قال لن أعود إلى بيته نسي زاده وبيته وقال المهم أن يقبل الله قال أن تذهب إلى قرية الطاعة هؤلاء هناك قرية فيها كثير من الطائعين يعني أن تبحث على صديق طائع والمرء على دين خليله فانطلق الرجل ونسي أهله المهم أن يقبله فبينما هو يمشي متجه إلى القرية الطاعة فإذا به الموت يحتضر يأتيه الموت وجاءت سقرة الموت بالحق وبدأ الموت وأخذه وهو يحبو لكي يصل ولكن غلبه الموت فمات فتخاصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب يقولون لم يفعل شيء نأخذه إلى النار وملائكة الرحمة قالوا إنه متجه فأرسل الله حكما بينهما قالوا انظر إذا كان قريبا من قرية الطاعة فهو من أهل الجنة وإذا كان قريبا من قرية المعصية فهو من أهل النار ونظر الله سبحانه وتعالى فإذا هو قريب من أهل النار من أهل المعصية فأمر الله قرية كاملة يا قرية الطاعة تزحزحي من أجل عبدي فقال فلما وزنوا وجدوا أنه قريب من أهل الجنة فقبله الله وقال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى الجنة فقد غفرت له جميع ذنوبه نسأل الله أن يغفر جميع ذنوبنا على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة